أحمد رؤية أكيد بصك كريم أنا أريد أن أقول لك على شيء كل المقدمات التي كانت يمر بها النادي الأهلي لفترة اللي فاتت هذه نتيجة طبيعية للمقدمات ونتاجه في الدوري السيئة جدا حتى إلى هذا نحن كنا نرى النادي الأهلي داخل على كارثة لا يوجد حد يتفرج على النادي الأهلي لم يكن مقتنعا أن النادي الأهلي ستحدث كارثة كبيرة لكن لم يكن يعلم أن النادي الأهلي ستحدث أمتى؟ فلأسف حصلت في نهاية أفريقيا ما كانش معمول حسابها أن هي كارثة تحصل في الوقت ده لكن هي دي الكارثة من وجهة نظري أن موسيماني بس ممكن معلش عسيبك تكمل والله بس هتحفظ بس على فكرة أنها كارثة لسبب أنه أنا دائما معتاد عشان ده قلت على منتخم مصر قبل كده عشان ما يبقاش اسمي سبت دايت أنه وصولك لآخر النقطة فده في حد ذاته نجاح أنك ما تقدرش تكسب إبقى أنت بخدش البطولة بس أنت نجحت أنك توصل لآخر النقطة وهي النهائي فما فيش كارثة حتى النتيجة مش كارثة النتيجة مش كارثة طبعا بس تمام يعني طبعا الأداء بتاع مبارح الأهلي كان أداء أكيد سايق جدا أداء سايق جدا وموسيماني حتى وهو بيكسب ما كانش مقنع من الجماهير وكان في أوقات كتيرة بيكسب مطشاط حتى في الدوري بقت صعب عليه أمام منافس مع احترامي الجماعة المنفسين الدوري كان برضه بتبقى مبارات صعبة عن نادي الأهلي جدا وإحنا ما تعودناش عن نادي الأهلي في الأداء ده غير أن موسيماني مع النادي الأهلي عمل حاجة بالنسبالي أنا شايفها أنها كارثة برضه دي من وجهة نظري أنها دي كارثة فعلا الحقيقة أنه هو فقط شخصية نادي الأهلي نادي الأهلي طول عمر وطول تاريخه بينزل يضغط أي خصم من الأمام فدايما تلاقي الخصم يعمله حساب فشوفنا مع نادي الأهلي بقى بيلعب أمام المنفسين في أوقات كتيرة بيبقى دايما هو رد الفعل فبيبقى فعل نادي الأهلي دايما تلاقيه في مبارات كبيرة حتى مبارات الرجاء المغربي في السوبر لدي الأهلي دخل فيه هدف فكان رد فعل أهلي بقى دايما تبدأ مستنى لغاية أنت رد فعلك هديجي بكرة من هدف كرة ثابتة أو أي حاجة حلول من الفردية زي أحمد عبد قدرة والكلام ده كله طبعا غياب عمر السلية كان مؤثر جدا لأنه هو الوحيد اللي بيعرف حلقة الرمط بين خط الدفاع وخط الوجوم غير أن موسيماني أنا مقتنع أن سنوئية حمدي فتحي وقال له ديانج سنوئية تبقى سيئة جدا لأن الاثنين يعتبر رقم ستة فالكرة طبعا الوداد المغربي زي ما فاروق قال هو سابع الاستحواز للنادي الأهلي صحيح فالنادي الأهلي بيعاب دايما حمدي فتحي وديانج مش عارفين يربطوا ما بين خط الدفاع وخط رجومه أي واحد منهم فبقت الكرة دايما من ياسر إبراهيم وآيمن أشرف فطبعا أنت سابع لك الاستحواز فبقى كل باز بيعاب له وياسر إبراهيم وآيمن أشرف أو بينقله الفريق للأمام فكان طبعا الهدف الأولاني الخطأ الكبير بسبب أن ميس باص من ياسر إبراهيم حتى لما تقطعت ميس باص من حمدي فتحي فده مشكلة كبيرة جدا فاضطر أن أحمد عبقادر بقى هو ناس برضو بتقول أن أحمد لهم كانت في مستواه ممكن يكون جزء كبير مش خونستواه لكن أحمد كان يضطر ينزل من فوق من بعد النص الملعب عشان يستلم الكرة هو اللي ينقل الفرقة وهذا مش دوره والمفروض رقم 6 أو رقم 8 سواء حمدي فتح أو دي أنجا أو أي أن كان فيهم بالتبادل الطبيعي أنه هو بيدي الباص لحمة عبقادر عشان تبدأتن للفريق أو تلعب كرة على الأرض لكن ذلك لم يكن يحصل حمدي فتحي كان يلعب الكرة ليسر إبراهيم وآيمن أشرف كنا دايماً يلعب كرة طولية كلها وما عندهش المهاجم المحطة ودي مشكلة كبيرة في النادي الأهلي ماعرفش يخلق لها بديل يعني النادي الأهلي من أول الدورة ومن أول السنة دي ما عندهش المهاجم المحطة اللي أنت حتى لو عايز ترعب كرة طولية أو كرة بالرأس ما عندكش المهاجم ده بير ستاو عنده سراعات لكن مش المحطة حمد شريف نفس الكلام عنده سراعات لكن مش المحطة فدي مشاكل كبيرة جداً فنية مسلمانية ما قادرش يعالجها غير أن الوداد المجربي طبعاً أو اليد الكراكي هو قدر يقرأ النادي الأهلي وزي ما فاروق قال برضو فدر مستنيه ويبدأ يخطف أي هدف أو خطاب عن النادي الأهلي هو درس النادي الأهلي كويس